السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير شاء الله رأكم ملاح اليوم نشوف تقنية وحدة أخرى من تقنية التأطير واللي هي Frame into Frame وش معتها Frame into Frame متها إطار داخل إطار احنا يعادة كن نأخذ صورة ولا نديروا فيديو نأخذ يعني منظر كده شباب قدمنا نديره في إطار الإطار هذا هو تالكاميرا اللي هو السنسور بالتقنية هذه الإطار تعنا رح يتبدل شوية الإطار يعني يقعد هو تالكاميرا صحنا بعد داخل الصورة هذي كلها داخل الفيديو رح يكون إطار ثاني اللي رح يكون كشغل نافذة للصورة تالك كما كحنا زع ما نشوفو كاش منظر هكذا من نافذة احنا يعني عدنا نظرة شباب هكذا يبصح عدنا ثاني النافذة في الصورة احنا يا رح تكون نافذة هذيك إطار يعني داخل إطار ورح زد توجهنا أكثر للموضوع رح تعطينا يعني حكاية شوية للصورة هذيك سما المنظر تالك مراهوش هكذا برق من بره مراهو من داخل دار سما رح يكون عندنا حكاية تانيشوية في الصورة ولا مثلا لكون الإطار تالك مغارة ولا تونال كاش حاجة يعني اللي يرانا نحنا الداخل وران نشوفوه في المنظر هذيك رح يعطينا تاني عمق لصورة هذيك نقدرو يعني نستخدمو أي حاجة لتكون يعني فيها إطار فيها حاجة لنشوفو منها المنظر تالك هذيك والتقنية هذي على كل حال يستخدموها بزاف في تصوير الفوتوغرافي وحتى يعني في الفيديو كما قلنا تعطينا عمق للصورة هذيك وتعطينا تاني لمسة لشابة هذيك في الصورة باش تكون مغيرا للصور الأخرى يعني دائما كما قلنا نشوفو منظر نصوروه دكان خمو لا لا نشوفو منظر نشوفو كيفاش نعطيولو يعني إطار هذيك باش يزدي يجيش باب كتر وباش يعني نزيدو نركزو عليه أكتر ويكون عنده قوة هذك المنظر هذا كل الموضوع تاني كانت هذيك الفيديو تاني تالي يوم والتقنية تالي يوم نتلاقاوك في الفيديو القادم إن شاء الله مع تقنية واحدة أخرى والسلام عليكم